فكرة التأجيل هي فعلاً بس المصلحة الأهلي؟ آه من زمالك لأ؟ لا طبعاً هقولك مثال بس عشان أنت مبرح حتى تتكلم دي بعد الفوز اللي أنت حققته من أيام برضو الأهلي المفروض مع نوياته هو اللي المفروض رايك أيوة والأهلي لازم يلعب المكشوط دي عشان بص الموقف مشابه للسنة اللي فاتت السنة اللي فاتت لعبه في الإمارات الزمالك كسب بضربات الجزاء حصل المشاكل والكلام ده جي قالك المطش يوم الاتنين مش هتأجل الزمالك عايز يأجل اتحاد الكرة حلف بالطلاق مش هتأجل كم ساعتها عمر الجنين يقول لي ماسك وقالك لا مش هتأجل والأهلي صمم وروح الملعب ونزل صح طيب الزمالك من حقه مش أنت عملتها فيها مش أنت مصلحته أن الزمالك يلعب ومصلحة النادي الأهلي يلعب أكد الفوز والتاني الزمالك عايز يرد اعتباره وأخذ ذلك أنت ممكن تأجل أي مطش تاني للنادي الأهلي أنت بتقول لي مبارح فيه إرهاق وكل تلت يام مطش والكلام ده ممكن أنا أسامح أو جماهير الزمالك أو نادي الزمالك يسامح أن أي مطش تأجل إلا مطش القمة يعني أنت عندك مثلا إيه عندك المصري المطش اللي جاي صح وفي مطش تاني وتالت بالنسبة للنادي أنا ما عرفش مين المطشين اللي التانيين وبعد كده يلعب الزمالك صح؟ يوم عاشر ممكن أي مطش من الثلاثة دور ممكن يتأجل أنا مطش الزمالك والأهلي ما تأجلش مبدأ زي السنة اللي فاتت وغدالك إنما لو تأجد أنا سمعت النهاردة إن اتحاد الكرة رافض التأجيل وكل المطشات هتتلاعب في المعدة سواءً المؤجلات وكنادي الآهلي كان طالب المصري لو هو مباراة الغد لا مع الأهلي بص والزمالك ثلاث مطشات ترحيلهم لا وترحيلهم ليه؟ هو أنت عندك مطشات في أفريقيا؟ يعني أنت عندك في الفترة بتاعت المؤجلات دي في مطشات لأفريقيا؟ لا هو الفكرة أن المطشات دي متتالية وبعد كده أنت لو قدمت تطلع يوم سبعة أو تقريباً عند جماعة بس أكد لي المعلوم عم فاروق سبعة كم عشرة كم خمسة جماعة حد يقول لي بس عشرة خمسة مطشة عشرة خمسة ده مطش بعدها بخمس ايام أربعتاشر وخمستاشر ده مطش طب معادي مثلاً اللي فاتت الزمالك عمل كده والأهلي عم مش الزمالك مش الزمالك قبل مطش اللي هو بتاع الترجي كان عايز يأجل ومرضوش يأجلوه راح اسمعالية ومعرفش راح فين تاني وبعد كده طلع الترجي وبعد يتجي من الترجي على الإمارات ومن الإمارات كان عايز يجاي يلعب مطش الزمالك والأهلي وقام جاي ساعتها نصيش المرتضى موداش اللعيبة واتخصم منه ست نقاط وخسر المباراة حصل ولا لا ما حصلش انت لو النادي الأهلي كان قدم السنة اللي فاتت وقالك المطش يتأجل بس اليوم الأربع أو الخميس كان الدنيا هتبقى زي الفل كان هيتأجل السنة دي انما انت النادي الأهلي لو قدم السبت السنة اللي فاتت كان لقى لحد السنة دي وكان هيتأجل كانت من كل وقت وليه ظروف وقت الرضا لا معلاشي بوقت أهلويتك ما تضغيش احنا بص يعني دي الأمور ماشية والكورش وخغالة حبيب يا روء طب هقول الحاجة لو الزمالك كان وصل دوري أبطال نفس الوضع معنادي برضو ما كان هيلعب السنة اللي فاتت كان عنده كان لسه مقلق كان وضع الزمالك يقولك لا لعب الإسماعيلي ومعرفش لعب ايه تاني وبعد كده تلع على الترجي وبعد كده تلع على الإمارات وكان هيجي يلعب يوم الاتنين بص يا فاروق ألز حاجة في البرنامج بتاعنا هنا والإخوة اللي هم قاعدين معنا حبيبنا اللي هم المحللين اللي معنا ألز حاجة ان احنا لعندنا لأهل ولا الزمالك احنا نقول كلمة الحق هو ده اللي منجح وانت لازم تقول الكلام ده انت محايد ماشي الأهلي انت أهلاوي وانا زمالكاوي وانا بقول لو الزمالك وصل ما كان وصل يا عم فاروق وقالك يلعب لإسماعيلي وبعد كده يطلع مش عاربتين وبعد كده يروح الترجي وبعد كده يطلع الإمارات وبعد كده هيلعب يوم الاتنين انت عارف يوم الاتنين لو ما حصلش الشدة بتاعة المطش اللي كان في الإمارات كان هيتلعب عادي بس هو طبعا عشان لسه الدنيا والسخنة والكلام ده فأجده كان ممكن حد يتلعب